أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مجبولي بما يتم تنفيذه من نقلة حضارية بمشروعات تطوير القاهرة وخلال متابعة موقف تطوير منطقة سور مجرى العيون استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان عاصم الجزار وأشار خلاله إلى أن المشروع بدأ العمل بها في مارس 2021 وتصل نسبة تنفيذه إلى نحو 65% من المقرر الانتهاء منه بحلول مارس 2022 وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء عددا من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بالعمارات الجاري إنشاؤها بالمنطقة والتي على مستوى كبير من التنفيذ والتشطيبات